أخبار اليوم ويمكن لو تبعنا التاريخ كفا أخبار اليوم بشكل عام ومساعة الدكسطورية بشكل خاص إحنا أطبع لنم إضافة بأخبار اليوم كقلعة صحفية إحنا عندنا برضو في أكاديمية أخبار اليوم لن أشغال نفس تعاسمها كقلعة تعليمية أو قلعة تعليمية توقيمها مؤسسة كأخبار اليوم فيها أقسام فيها أستخلات أقسام عندنا صحافة عندنا كزبس باللغة الانجليزية وعندنا أدو محاسب لحقيقة عندنا أكثر ناسين طالب هي موقعها في دوار مطابع أخبار اليوم في السلسل والدكتورة لحقيقة أخبار اليوم يعني بتنمو المصادفها بتنموها بتنمو كتير كتها في الفترة القادمة إن شاء الله نحن نحن نحافظ على إن هو الصحافة هي الأساس بيصد الأخبار اليوم سواء كان صحافة مطبوعة أو صحافة إلكترونية يعني عندنا كل المجالات ويبتلس إن شاء الله نحن نطور من مجالات الصحافة في أخبار اليوم خلال فترة القادمة يعني السيد محمد بركاته أشهر للتواصل الروحي وهو ده أساس من القصة بالمع التواصل الروحي فعلا اللي بيتأصل في الشعب المصري والشعب السعودي وعشان كده أنا كانت ساعدتي لأن وجود وفد إعلام كبير يكشار بفضل أخبار جروح زي أحضراتكم كبيرة جداً جداً وبقول إذا كانت الأخبار اليوم هي يعني منذ دايتها وضعت بداية من مجرسة الصحافية في العالم العربي فالصحافة السعودية نجحت والحمد لله نعمل مسج بقى ما بين العصالة والمعصرة إنها فعلاً من أحد الصحف اللي هو بتقول التطور الصحفي والتكنولوجي واستخدامات التكنولوجيا في الصحافة في تطور كبير جداً جداً في الصحافة السعودية نحن بنأمل أن نحن مع التطور الإنشاءالي العميد في الوقت نحن نكون نفس المستوى إن شاء الله الحقيقة بنرحب فيهم في بيتهم في دار أخبار اليوم وتمنى أنهم ينقلوا الحساوى اللي بتلقاها زيارة خدم الحرمين لمصر أعتقد حضرتكم بالك يومين أو تلاتها وشايفين أن فيه حالة في الشارع المصري لم تحدث مع أي زعيم عربي أو أي زعيم عالمي وصل إلى مصر حالة تلاقيها مع المواطن العادي ليس نتكلم عن الإعلام أو الزخم الإعلامي لكن المواطن العادي بيحتفي بالسعودية وبخادم الحرمين الشريفين السعودية لها مكانة كبيرة في ألف كل مصري زي ما السنزة الفضل وقاله التاريخ بيسجل رحوح بالنور أن سعودية دائماً بتقف مع مصر منذ العجوان الثلاسي عندما كان الخادم الحرمي الشريفين متطوعاً وارتدى الجاهد العسكري وتطوع في الجيش المصري ضد العجوان الثلاسي في ستة وخمسين بعده الموقف الكثيرة توالت وآخرها كان الموقف السعودية الذي تم بأحرف من نور مع الوقفة التاريخية للمملكة العربية السعودية في ثورة تلاتين يونيو هذه الوقفة التي قلبت الطاولة في جميع دول العالم وتحولت الانكسار المصري أمام العالم كله إلى انكسار الحمد الله بفضل الأول كانت للمملكة العربية السعودية والوقفة الشجاع للمرحوم الملك عبد الله ولي عهدي في هذا الوقت إذن السعودية لها مواقف منيرة جداً مع مصر نحن نحفظ هذا الجميل للمملكة العربية السعودية نحن نحفظ المملكة العربية السعودية أهلا بكم وأتمنى أن نحن نتواصل دائماً الإعلام المصري والإعلام السعودي جنباً إلى جنب لخدمة قضيتنا العربية لأن إذا كانت مصر والسعودية شامختين كان الوطن العربي والعالم الإسلامي شامخ بكل المقيس أراحب طبعاً ما في خلج القاتل في مصر أراحبين مرسين أنهم موجودين في مصر أنهم موجودين في دار أخبار اليوم اللي بتعتبر أكبر مدرسة صحفية في المصر في العرب الحياة طبعاً زي ما قالت زميدة جمال حسين الحفاوة اللي موجودة للشعب المصري كله باستقبال مركات الحرامين والإحساس اللي أكيد يكون مستشعرين واضح في كل مكان في مصر الحب والتواصل والعلاقة روحانية زي ما زال السعودي قالوا مرة كاني أرحب بيكم جميعاً وبتمنى لكم كنتم في أغلب مصر موضوعاً تحية لأنه يعني يعني يتوبتكم يعني مش متنجيجين أنا أرحب بيكم أنه موضوع أكبر من كده باب السعوديين المريب ومصر أو العكس ما نحتاجش إنه نحنا نرحب برعة لأنه ما يرحب بجلسات بجلسات لكن أنا عايز أول حاجة هناك فرصة قمنا عندنا رموز الإعلام السعودي عشان الخضية في غاية الخطورة وبذلك بالنسبة لإعلام المهم يعني أنا مشدت عن أليم علشها بخضية في غاية الخطورة في الزمان الإعلام من الحق الماء الإعلام العربي إعلام شد في رسمي أو بط بذلك كان دائما بيعبر بسلطة عن صوت الرؤساء أو الحجومات والشعوب نفسها الإعلام الرقم يدراتي بقى فيه قضية خطيرة جدا فأنا منتهز الفرصة وبشدة على أديكم علشان نركز على هذه القضية الخطيرة لأنه كتير بيلعابه في ملف العلاقات المصرية السعودية وملف العلاقات المصرية العربية فإحنا درنا نعمل نشق الحقيقة الحقيقة اللي بتعبر عن حقائق العلاقات المصرية السعودية المتجزرة المتأصلة بكل صوت يعني لازم نعطي هذا قم الكثير من الاهتمام والسيارة رد رسم طبعا على كل الكلام الفارغ اللي كان بيتقال العلاقات بين البلدين بتقوى وبتزداد يعني تجزر وبتزداد تأصل فأهلا بكم ويا ريت ما تنسوش هذه القضية الخطيرة وتنقلوا ماذا حق الشعب المصري للشعب السعودي وتنقلوا أنه الوشائك ده تجمع الشعبين يعني أقوى لأي محاولات محاولات اللي يبني طبعا يعني كل الزبلاء وكل العملين في أخبار اليوم نحن سعادة كنتا المرادة في استطافاتكم وده بيتكم وعفراتكم ننتمش حاسين بقى هربة في هذا المكان وفي مصر المشاعر مش محتاج لتأكيد على يعني عمق المشاعر والمشاعر المتبادلة بين الشعبين المصي والسعودي ده لشيء اللي نحسوا بالمصير كلهم لما بيكونوا اتفاقونين في السعودية لأداء الهجة والعملة أو للعمل وكذلك في السعودين لما بيجوا مصر في أجازاتهم ده شيء محسوس ومقدة والأعلاقات والقوة الوطيدة اللي بين الشعبين وبين قيادتين من البلدين أحنا كلنا حاسين بها وعشان كده يعني ده مجال أو مش مجال مش مجال حديث لكم قولنا لأنه شيء مؤكد إذا كنا نتكلم حاجة بسيطة عن مركز أخبار اليوم للتدريب إحنا يعني في إطار ضد المؤسسة أخبار اليوم أو ده أخبار اليوم ميباش دور قاصر على الناحية الأعلامية أو التصطفية أو الصحفية بس بدأنا نعمل من سنة 2007 ننشئ مركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات وبيعمل أو بحقق أهدافه في اتجاه إيه؟ تدريب العاملين في الأحبار من كل القطاعات سواء الصحفين أو الإدارين على تطوير أدائهم وفي نفس الوقت بنعمل دورات خارجية للعملين في الشركات والمزارات ولكل ما ليأرقب بنعمل أعلانات والناس بجيزة تقتطدم وبنقتطدم لهم دورات تدريبية الحقيقة حقق فيها المركز خلال السنوات التسعة الماضية ونتحت رئيسة يعني أنا نقريسة الشهو بس لكن كان فيها بكده الأمساس خالد طاهل هو مضيعة من الأمساس الدورتي وبعده دكتورة سباية زعر الدين وأنا توليت المهمة دين نقصد الشهو حقق أو يعني نتحقق تسعة سنين إنجازات مهمة جداً من المركز وأصبح من أهم المركز الموصوق في الدورات التدريبية اللي يقدمها وفي الشاهدات المعتمدة اللي بيقدمها للربين مجالات مختلفة طبعاً مش يعني الإعلام والصحاف طبعاً والجزاعة التدريب اللي هون العلاقات العامة والمجالات المحاسبة والإدارية والتنميع الإدارية كل المجالات اللي ممكن بتساعد الشباب إنه هم لما يدرسوا يعني يعني يكتازوا هذه الدورات يتقدموا لفرص العمل المختلفة وهم مسلحين بشاهداتهم الأصلية زائد دورات تدريبية متخصصة مرة تانية تعالوكم أهلاً وسهلاً ومدوئين أخبار اليوم والزيارة ده نكحة بكل المركز وأهلاً ديوم هذا هو الشهر الشخص الأوسط بداية من كريم الأخبار اليوم وكريم الأخبار مجالة أخب الساعة أخبار الرياضة أخبار الحوادث أخبار الليوم أخبار الأدد الأخبار المسائي اللواء الإسلامي كتاب اليوم أخبار السيارات أنا أمش عايز أمسها حالة عشان ما حاجزني ندعب وولادت دي أكثر الصعب والمهدلات توزيعاً في الشرق الأوسط هنقول كمان بدي نتبع دي الأعمال اليدارية عندنا القطاع على الأعلانات القطاع الأعلانات بيتضمن أعلانات الصعب وتضمن ورشة أعلانات ورشة مجرحة على الأعلى مستور كتولى أعمال الطور الأودور الخارجي ومن أكبر الورش التي وجودها في الشرق الأوسط عندنا وكالة أخبار اليوم للإعلان من أكبر الوكالات اللي لها اسم ولها سمعة في مصر بالإضافة ذلك مشاطق المعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية وعندنا زي ما ذكرت في السلشريف المعركز أخبار اليوم للتدريب والشراط وده أحد أكبر المراكز التدريبية على مستوى مصر ويكون تقديم الخدمة التدريبية لعملين بالمؤسسات من خلال المجالات بالإضافة إلى العاملين من خارج مصر ومن داخل مصر وسبب المركز أنه نفذ مدموعة كبيرة من الدورات للأشقاء العرب وسبب المركز أنه أقام مدموعة من المؤتمرات والهدوات اللي هي بتعظم كمان منحية الخدمات التي يقدمها المركز خطاع التوزيع بيمتلك أسطول نعتبر في مصر هتكون هناك شركتين توزيع اللي هما بيتم من أكماد عليهم أحدى هذه الشركتين شركت اللي هي بتمسك خطاع التوزيع ده بيوزع لمستوى مصر بالكامل بيوزع إصداراتنا بالإضافة إلى الإصدارات اللي بتطلع من الجهات المختلفة وليس من أطبال لأننا نقدم هذه الخدمة للغير لأن مش كل الناس عندها أسطول توزيع بيقدر يغطي مساحة مصر في الكامل المطابع تمتلك قلعة تباعية كنا تمنى أن الوقت يسمع لأن أنا أعرف طبعا أن الوقت الزيارة محدود جدا كنت أتمنى أن يسمح لنا الوقت أن احنا نكون من 6 أكتوبر ونطلع على القارة الصناعية فيها مطابع من أعلى المطابع المستوى مصر حتى هذا الوقت مستوى الكفاءة ومستوى القدرات الصراعية والمكانيات ولكن نتمنى إن شاء الله في القطرات الجاية إن شاء الله أن احنا يكون عندنا بفرصة أن نطلع أكتر على هذه المكانيات فيه قطاع الصفافة هذا قطاع ينشر قدر بكثالة المجالات أول يمثل في الدارة المشر داخل محسسة أربار اليوم فيه بالإضافة لهذه الأنشطة هنا لها مجالات كثيرة مختلفة يعني الواحد ليش هيتتسع إننا هنأخذ الجالسة كلها ولكن نتمنى إن شاء الله أن تكون الزيارات ممتدة ونكون هناك حقا من الزيارة المستقبل ونكون زيارات لأماكن المختلفة داخل محسسة أربار اليوم وأهلا بكم وأتحمل بكم كل وقت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر